محبة الله 1- تتعلق بالعمل الصالح لحديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها 2- أو تتعلق بالعامل الصالح لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو تتعلق بوصفه الصالح إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 3- أو تتعلق بالزمان الفاضل فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض لحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أي عشر ذي الحجة 4- أو تتعلق بالمكان الفاضل فبعض الأمكنة أحب إلى الله من بعض لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ترجمة نانسي قنقر